طلاب الصف السابع مرحبا فيكم بدرس جديد إن شاء الله هو عبارة عن درس الأخير الموجود بالوحدة الثانية اللي هو العوامل المؤثرة في امتصاص الجسم للحرارة في الحساس السابقة تحدثنا عن عملية انتقال الحرارة عن طريق اللي هي ثلاث طرق مختلفة حسب الوسط اللي رح تنتقل فيه اللي هي كان في عنا طريقة التوصيل وانتقالها في المواد الصلبة كان في عنا طريقة الحمل وانتقالها في المواد السائلة والغازية وطريقة الإشعاع وهي انتقالها إما في المواد الغازية مثل الهواء أو بالفرع اليوم رح نتعلم يا سابع شو العوامل اللي بتأثر لي في امتصاص الجسم للحرارة يعني رح نتحدث عن شو الأشياء اللي بتخلي طبيعة الأجسام معينة بتنتص كميات كتير كبيرة من الحرارة واجسام أخرى امتصاصة بكل الحرارة بكميات جدا قليلة هذا الحكي إحنا منعزيله عاملين بسيطين تحدثنا عنهم ممكن بطلق غير مباشرة في الصفوف السابقة اللي هو لون الجسم ولي هي طبيعة الجسم يعني اللي هي سطح الجسم أو اللي هي خشونة السطح يعني نحن نحكي عنه اللي هو السطح سواء كان خشن أم أم لس تمام؟ إذا بنا نتحدث شوي عن لون الجسم بدي أذكر لكم بعض الظواهر اللي ظهرت عنا في الصفوف السابقة بمواضيع مختلفة لما تحدثنا في الصف السادس عن اللي هي قرص نيوتن وألوان قرص نيوتن وتحدثنا أنه اللون الأبيض يتحلل إلى عدد من الألوان وكل طبعا جسم بتعامل مع اللون بطريقة مختلفة كنا حطينا حالتين استثنائيات لطبيعة تعامل الأجسام مع الألوان وحكينا عن اللون الأسود واللون الأبيض وإذا بتتذكروا الرسمة كانت كالتالي لما رسمنا جسم أبيض وحكينا أنه لما بتسقط عليه اللي هي اللون الأبيض كامل بألوانه السبعة بيروح لنا اللي هو بتنعكس جميع الألوان أما السطح اللي لونه أسود الجسم اللي لونه لون أسود حكينا لما بتسقط عليه ألوان الطيف السبعة فإنها ما بتعكس لي عندي ولا لون وذكرنا على هذا المثال اللي هو سبب انه احنا ليش بفصل الصيف يعني نضطر للبس اللي هي الملابس ذات الالوان الفاتحة اما في الشتاء نتعمد لبس الالوان الغامقة كان هذا السبب اللي انه لما حكينا عنه عن الجسم اللون الابيض الملابس ذات اللون الابيض فهي تقوم بزي ما حكينا عكس جميع الوان الضوء الساقط عليها فبالتالي هي ما بتمتص ولا اي جزء من الضوء وما رح تمتص اي نوع من انواع الحرارة فبالتالي هي تمتص كمية جدا قليلة لا تذكر من الاشعر الشمسية الساقط عليها بينما باقي الالوان وباقي الحرارة فهي بتقوم بعكسها فعشان هيك منضنم حافظين على برودة الجسم ما منعاني من اي شوب ما منشعر ابدا بالحر هذا بالنسبة لالاجسام ذات اللون الابيض اما الملابس ذات الالوان الغامقة مثل اللون الاسود فبنتعمد لبسها شتاءا لانها بتقوم بامتصاص جميع الحرارة ساقط عليها بتحكي جزء جدا بسيط برضو لا يذكر لكن هي تمتص جميع الحرارة وجميع الضوء فبالتالي رح نشعر بالدفع اللي هو اللون الاسود او الالوان الغامقة بشكل عام جميعها من حسب الدفع لما بنلبسها هذا بالنسبة لأول ظاهرة فبالتالي من هاي الظاهرة انا بستنتج انه عندي الالوان الفاتحة دائما تقوم بي اللي هي عكس جميع الحرارة ما بتمتص فبالتالي ما بتاخدلي ولا بتمتص لي اي نوع من انواع الحرارة اذا اذا كان الجسم ذو لون فاتح ننعمم هلأ ما رح نخلي دايما ابيض اذا كان ذو لون فاتح فبالتالي امتصاصه للحرارة رح يكون جدا قليل اما لما يكون اللون الوان غامقة مثل الاسود فبيكون امتصاصه للحرارة جدا عالي اذا بنا نذكر ظواهر هيك مجرد انه نناقشها مجرد مناقشة غير الالوان اللي منلبسها في فصل الصيف فرح نحكي اذا بنا نحكي هيك يعني كظاهرة منلاحظ عليها جميع سيارات الخليج بتكون ذات لون ابيض لون بيج الوان فاتحة حدا امركم فكر يسأل حاله ليش دايما سياراتهم بتكون ذات الوان فاتحة نعم السبب ان الخليج بعاني من ارتفاع في درجات الحرارة فاذا كانت السيارات ذات الوان غامقة فبالتالي رح تضلها دائما ساخنة رح يشعر الشخص الراكب بداخلها بنوع من انواع اللي هي الحرارة لكن هم دائما بيحاولوا سياراتهم تكون ذات الوان فاتحة حتى تعكس جميع الحرارة وما تسخن عندي اللي هو بودي السيارة وبالتالي يأثر على حرارة جو الغرفة الداخلية للسيارة كمان اذا بنا نحكي عن ظاهرة ثالثة بسبب اللي هي لون الجسم او دليل على انه الوان الاجسام الفاتحة دائما تمتص كمية قليلة من الحرارة اما الالوان الغامقة تمتص كميات عالية من الحرارة فمعظم الدول اللي في عندها صحراء مثل الاردن مثلا بتقوم بيطلي تطلي القصور الصحراوية باللون الابيض يعني القصور موجودة عندي في منطقة الكراك منطقة الطفيلة من منطقة المفرق هاي لانها مناطق ذات درجات حرارة عالية جدا بيقوموا بطلاءها باللون الابيض السبب حتى انها تعكس جميع الحرارة الساقطة عليها لكن الظاهرة الاهم اللي بنا نحكي عنها اذا حدف فيكم فكر بعمره يطلع يشوف السخان الشمسي الموجود في اعلى البيت وهاي طبعا حاليا كلياتنا بهذا الوقت منلجأ لاستخدام السخانات الشمسية كمصدر بديل للطاقة بما انه حاليا بلشت درجات الحرارة شوي ترتفع منلاحظ انه بدأ اهالينا يرجعوا يعتمدوا على السخانات الشمسية السخانات الشمسية اذا رح نفتع الكتاب صفحة 96 فهي موجودة عندي بالكتاب هذا هو السخان الشمسي اذا عمرنا لاحظنا يا سابع على السخانات الشمسية فانه السخان الشمسي داخله يوجد انابيب حدا عمره سأل ليش هاي الانبيب دائما تطلى باللون الاسود ما عمرنا شفنا سخان شمسي مثلا انابيب ولونها بيضاء السبب انه انا هدفي من هذا السخان الشمسي انه يمتصلي جميع الحرارة اللي بدأ تسقط عليه من اشعة الشمس حتى يقوم بتحويل هاي الطاقة الشمسية الى طاقة حرارية بتساعدني في تسخين المياه الموجودة داخل هذا السخان وبالتالي يمكن استخدامها مدام انا بدي تم عندي امتصاص الحرارة فلابد من طلي وادهان هاي الانبيب والمواسير بألوان غامقة لانه اللون الغامق دائما بيساعدني على امتصاص الحرارة فانا بدي لون يساعدني على امتصاص الحرارة فبنقوم بطلقها بالألوان الغامقة مثل اللون الاسود حتى تساعدني على امتصاص الحرارة هذا كان كورش عندنا بالنسبة لألوان الأجسام اللي بتساعدني دائما على امتصاص كمية أكبر من الحرارة رح أبلش أتحدث عن اللي هو العامل الثاني وهو سطح الجسم هذا أو اللي هو خشونة السطح خشونة السطح هي سابع كل ياتنا بنعرف أن السطح كلما كان خشن فبالتالي امتصاصه للحرارة بدي يكون أعلى يعني أنا إذا بدي أجيب عندي هاي سطح أملس وهي عندي سطح خشن وكل ياتنا بنعرف أنه السطح الأملس إذا بنا نتذكره من الصف الخامس ركزوا أنا بعم بربط لكم المعلومات بمعلومات مرأت معانا بصفوف سابقة السطح الأملس هو السطح الذي لا يعاني من أي نتوءات أو أي تعرجات فبالتالي لما بتسقط الحرارة أو الأشعة الضوء شكل عام اللي هو بيحمل لي حرارة معاه لما بسقط الحرارة عليه بمتص جزء جدا بسيط من الحرارة لكن الجزء الأعلى منه إيش بيقوم بيعمل بيعكسه الجزء الأكبر من هاي الحرارة بيعكسها فبالتالي دائما السطح الأملس يقوم بيعكس الحرارة فبالتالي امتصاصه جدا قليل للحرارة كل ما كان عندي السطح خشن أي يعاني من نتوءات وتعرجات أغلب الحرارة اللي رح تسقط عليه رح يتم امتصاصها للداخل رح يعكس لي جزء جدا جدا بسيط لا يذكر فبالتالي دائما السطح الخشن امتصاصه للحرارة بيكون أعلى إذن العوامل اللي بتأثر عندي يا سابع على امتصاص الحرارة فهي لون الجسم زي ما حكينا هلأ وحكينا إنه كل ما كان لون الجسم غامق أكثر فبالتالي رح يكون امتصاصه للحرارة أعلى والعامل الثاني اللي هو خشونة سطح الجسم فبالتالي كل ما كان السطح خشن أكثر هذا بيساعدنا على امتصاص الحرارة أكثر أما كل ما كان السطح أملس فبالتالي فإنه يقوم بيعكس هذه الحرارة ولا يمتصها عشان هيك هلأ كل هاتما رح ننتقل مع بعض لنحل اللي هو التقويم والتأمل اللي موجود عندي بصفحة 97 يا سابع التقويم والتأمل زي ما أنتوا شايفين عم بيسألني بيين أثر كل مما يأتي في امتصاص الجسم للحرارة لون الجسم زي ما ذكرنا قبل شيء حكينا كل ما كان اللون غامقا زادة امتصاص للحرارة أما كل ما كان الجسم ذو لون فاتح فإنه رح يقل امتصاصه للحرارة بالنسبة لخشونة الجسم فكل ما زادت الخشونة زادة امتصاص الحرارة سائلنا بالسؤال الثاني وهلأ ناقشنا فسر لماذا يفضل ارتداء ملابس فاتحة اللون في فصل الصيف ذكرنا لأن الألوان الفاتحة هي الأقل امتصاصا للحرارة فبالتالي ما منشعر بحرارة ولا منشعر بأي نوع من أنواع الحر تمام هلأ يا سابع رح نبلش نحكي عن تطبيقات على انتقال الحرارة بعد ما درسنا كيف طرق توصيلها وشو العوامل بتأثر لي عليها رح ندرس على تطبيقات على انتقال الحرارة جهازين جدا مهمين بدأ ذكرهم معانا بالكتاب صفحة 98 باعتمدوا على مبدأ انتقال الحرارة إذا ننعممها شويفهم باعتمدوا على انتقال الحرارة عن طريق الحمل أي ما يسمى تيارات الحمل الصاعدة والهابطة اللي تحدثنا عنها في الحصص السابقة في عندي أول تطبيق على انتقال الحرارة وهو المشاع الحراري اللي احنا بنحكي عنه الريديتر اللي موجود بيكون بالبيت لما بيكون في عنا تدفئة في المنازل زي ما انتوا شايفين عنا الريديتر هذا اللي احنا بنلاحظ انه بيكونوا مركبينه عنا دائما في أسفل الغرف يعني في أسفل الصالون بيكون عند الحيط لكن في الأسفل بغرفة النوم بيكون عند الحيط لكن في الأسفل رح نحكي شو سبب تركيبه في الأسفل لكن بعد ما نناقش اللي هو مبدأ عمل هذا المشاع الحراري زي ما انتوا شايفين يا سابع الروديتر قبل ما اجي احكي عنه شو مبدأ عمله احنا بنعرف انه هو ما بيكون مكون من طبقة واحدة يعني هو بيكون على شكل مقاطع مش مقطع واحد يعني مثلا زي صفحة هاي عنا اياها هي مقطع واحد مش مقسم لكن الروديتر زي ما انتوا شايفين عندكم بالصورة فهو مقسم الى مقاطع السبب انه مقسم الى مقاطع حتى يزيد لمساحة سطحه انا بيهمني تكون عندي مساحة السطح المعرضة للهواء اللي حواليه بتكون مساحة سطح تكون عالية وكبيرة جدا شو مبدأ عمل هذا الروديتر اللي احنا بنركبه عنا في اسفل الغرفة هذا الروديتر اللي هو المشاع الحراري هو عبارة عن انابيب زي ما انتوا شايفينها بالصورة بتفتحوا عليها صفحة 98 بيشوفوها بوضوح هي عبارة عن انابيب يجري بداخلها ماء ساخن يجري بداخلها ماء ساخن واحنا بنعرف الماء الساخن هو داخل الانبيب رح يبدأ بتسخين الهواء الملامس اله اللي حواليه تمام هلأ لما بيبدأ عندي يلامس بالهواء اللي حواليه بيبدأ بيسخنه عن طريق انتقال الحرارة طبعا عن طريق الاشعاع هلأ بهاي الحارة لما هو سخن لي هذا الهواء اللي حواليه شو رح يعمل عندي الهواء اللي حواليه بما انه سخن اي بمعنى انه تمدد زي ما حكينا الحصة السابقة تمدد عملية تمدده يعني قل الطراص بين جزيئاته اي اذا قلت كثافة وصار اقل كثافة واحنا بنعرف ان الجزء الدائما الاقل كثافة بما انه صار الطراص بين جزيئاته جدا قليل وكثافته قلت رح يرتفع الى الاعلى عن طريق ما سمناه بالحصص السابقة تيار حمل صاعد لانه زي ما انتوا شايفين صارت اللي هي الهواء كثافته قليلة رح يحل محله الهواء البارد الموجود بالغرفة بدي يحل محله الهواء البارد رح يرجع مرة تاني هذا الماء الساخن يسخن للهواء رح يرجع الهواء يسخن يتمدد اتقل كثافته يرتفع الى اعلى رح يحل محله مرة تاني الهواء البارد عن طريق تيار حمل هابط ليش حل محله الهواء البارد عن طريق تيار حمل هابط لانه الهواء البارد زي ما انتوا شايفين وهو نازل كثافته عالية كثافته عالية فبالتالي بما أنه كثافته عالية رح ينزل إلى الأسفل يسخن يطلع لأنه رح تقل كثافته عن طريق تيار حمل صاعد وحل محلو الهواء البارد الهواء البارد كثافته عالية بيسخن بتقل كثافته وبيرتفع لأعلى وهكذا حسنا رح أجي أسألك السؤال لماذا يوضع هذا المشع في أسفل الغرفة على الأرض زي ما أنتوا شايفين ما بينخط مثلا زي المكيف في الأعلى السبب أنه أنا هذا المشع الحرارية سابع إذا أنا بدي أروح أحطه في أعلى الغرفة إذا بدأ أحطه في أعلى الغرفة حيسخر للهواء المحيط فيه هلا الهواء لما بده يسخن كثافته بده تقل رح يظل موجود عندي فوق ما رح ينزل لي للأسفل فرح يظلها الغرفة تعاني أنه الهواء اللي في أعلى الغرفة ساخن أما الهواء اللي في أسفل الغرفة فرح يظل بارد ما رح يسخن فإذا أنا بها الحالة ما عملت على تدفئة الغرفة مرة ثانية ليش أنا بنوضع هذا الروديتر في المنطقة اللي هي في أسفل الغرفة السبب إنه أنا بدي إياه دائما يسخن الهواء اللي بالأسفل بيكون بارد حتى إنها تقل كثافته لما يسخن يرتفع لأعلى يحل محله الهواء البارد يعني تضلها الغرفة مشغولة بالهواء الساخن لأنه الساخن هو اللي بدي تحرك للأعلى والبارد هو اللي بدي ينزل للأسفل لأنه كثافته عالية بينزل بسخن بيطلع لكن لو أنا حطيته في أعلى الغرفة سخن لي الهواء اللي في الأعلى الغرفة بس وهو كثافته بما إنه ساخن ضلت قليلة فرح يضلوا في أعلى الغرفة أما الهواء اللي في أسفل الغرفة رح يضلوا بارد الهواء البارد كثافته جدا عالية فمستحيل إنه يرجع يطلع لفوق لحتى يسخن رح يضلوا في الأسفل فما رح يعمل على تدفئة كامل الغرفة رح يضل الهواء البارد في الأسفل ما رح يطلع للأسفل لأنه كثافته عالية فرح يظل عندي هواء الغرفة بارد هذا سبب وضع المشعع الحراري في دائما أسفل الغرفة تمام إذا لو إجاك في الامتحان علل لماذا توضع المشععات بالقرب من سطح الأرض نحكي لكي تسمح للهواء الساخن بالارتفاع زي ما أنتوا شايفين إلى الأعلى وبالتالي يحل محله الهواء البارد الموجود في أعلى الغرفة وبالتالي حتى يسخن تمام هذا بالنسبة لهو الريديتر اللي هو المشعع الحراري لو هلأ أنا جيت سألتك بناء عليه بنا نحكي عن موضوع المكيفات ليش توضع قريبة من الصقف يعني ليش أنا المكيف لما بدي أحطه بحطه في أعلى الغرفة المكيف بحطه هون في أعلى الغرفة ما بروح بحطه زي الريديتر السبب أن المكيف يا ميس بي رح يعطيني هواء بارد تمام أنا الهدف من المكيف أني أقوم بتبريد كافة هواء في الغرفة لما أنا ببرد الهواء خصوصي أنه بالصيف الهواء بيكون داخل الغرف شوي ساخن بقوم بي اللي هي تبريد الهواء الهواء البارد بما أنه أنا بردته رح تزداد كثافته رح ينزل عندي إلى الأسفل اللي هي إلى الغرفة فرح ينحس بالبرودة مين بده يحل محله بما أنه بده يكون قليل الكثافة يرتفع للأعلى الهواء الساخن الهواء الساخن لما يجي الهواء الساخن عند المكيف حي برده رح تزداد كثافته رح يهبط للأسفل عن طريق تيار حمل هابط ببردني أنا لأني أنا بكون قاعد في الغرفة في الأسفل ما بكون عند السائف بكون في الأسفل رح أخص بالبرودة بطلع الهواء الساخن ببرد لي برجع بنزل الهواء البارد فإذا أنا بحط المكيف بالقريب من السقف لأنه بكون الهواء في الأعلى دائما في أعلى الغرفة عفوا بكون الهواء ساخن فأنا بهمني هذا الهواء الساخن أبرده تمام؟ بسحب المكيف الهواء الساخن من الغرفة وبيعطيني بداله هواء بارد هذا الهواء البارد بهبط إلى الأسفل لأنه كثافته عالية بصعد محله الهواء الساخن بسحب المكيف الهواء الساخن بيعطيني محله الهواء البارد تزداد كثافة هذا الهواء البارد بنزل للأسفل وبحل الهواء الساخن إذن الهدف من هذه السايكلينج حتى إني أظن أخص بالبرودة وأنا جالس في الغرفة إذن أكتب عندك إذا سألك في الامتحان لماذا يوضع المكيف قريب من الصقف بتقول لأن الصقف في الأعلى يكون الهواء ساخن لأنه قليل الكثافة فيسحب المكيف الهواء الساخن حيث يقوم بتبريده ليخرج من المكيف ويهبط للأسفل لأنه بتكون كثافته عالية أو لكبر كثافته وهكذا تستمر العملية لذلك يوضع المكيف بالقرب من صقف الغرفة لكن قلنا الريديتر يوضع في قريب من سطح الأرض للي حابب يكتبه السبب لكي يسمح للهواء الساخن بالارتفاع إلى أعلى وإحلال الهواء البارد في الغرفة إحلال الهواء البارد إلى الأسفل حتى يتم مرة أخرى تسخينه والمحافظة على دفء الغرفة هذا بالنسبة لتطبيقات على انتقال الحرارة أول قسم اللي هو المشع الحراري رح ننتقل مع بعض إلى التطبيق الثاني وهو ما يسمى بالثلاجة كل يعتنا يا مسل نعرف أن الثلاجة مكونة لدينا من قسمين اللي هو المجمد الفريزر اللي احنا بنحكي عنه وحوض الثلاجة الفريزر وحوض الثلاجة هلأ في عنا بدائما المجمد اللي هو الفريزر زي ما انتوا شايفين يكون دائما في أعلى الثلاجة هلأ اللي بصير عندي انه هاي الفريزر المجمد بيكون بخلفها زي ما انتوا شايفين في الصورة با بكوة في خلفها عبارة عن أنابيب هذه الأنابيب بيكون بداخلها نوع من انواع الغازات هذا الغاز اللي بيعمل على تخفيض درجح حرارة إلى ما دون الصفر عشان هيك دائما الفريزر عندي درجة حرارتها بتكون بالسالب صفر وانزل ليش لانه انا بدي اياها درجات تجمد حتى تظلم خفضالي على المواد اللي بداخلها هلا هذا المجمد من ورا في الانبيب اللي انتوا شايفينها بالصورة هاي الانبيب فيه بداخلها غاز هذا الغاز ببرد طبعا الهواء المخيط فيه هلا لما يبرد عندي الهواء المخيط فيه هاي عندي هنا الهواء لما يبرد عندي الهواء المخيط فيه الهواء صار بارد لما يصير بارد رح تزداد كثافته رح يهبط الى الاسفل لانه كثافته صارت عالية فرح يبرد لي المبرد هذا اللي احنا شايفينه اللي هو حوض الثلاجة على شكل تيار حمل هابط بينزل عندي الهواء البارد فبالتالي ببرد لي اللي هو القسم الثاني من الثلاجة اللي هو مبرد او حوض افوان الثلاجة هلأ بحل محل هذا الهواء البارد هواء ساخن وبالتالي نفس الشي بعمل هذا الغاز الموجود في الانبيب على التبريد فبالتالي بيتقل كثافة الهواء وبالتالي بنزل للأسفل وببرد لي حوض الثلاجة بحل الهواء ساخن هاد الهواء الساخن برجع بعيد الغاز اللي داخل الانبيب ببرد ليه بتقل كثافته بنزل وهكذا تستمر العملية حتى تبرد جميع اجزاء الثلاجة اذا بهمني تعرف ان المبرد هذا عفوا المجمد اللي هو الفريزر ده وراه بيكون في عنا عبارة عن الانبيب زي ما انتم شايفين صورتها هاي الانبيب هي اللي بتعمل على تبريد الهواء بسبب الغاز اللي بداخلها لما ببرد الهواء بتقل كثافة الهواء بنزل للأسفل بيعمل لي البرودة الموجودة عندي بحوض الثلاجة عشان هيك بتلاحظوا ان حوض الثلاجة فقط يبرد هو المبرد ما بيجمد تمام دائما المجمد بيوضع في اعلى الفريزر طب لو جيت سألتك سؤال لماذا يوضع المجمد في الاعلى وليس في الاسفل هلا رح نطرح عليك سؤال بعد شوي موجود في الكتاب انه بعض انواع الثلاجات الحديثة المجمد بيجي بالاسفل وليس في الاعلى هلا انا بهمني دائما المجمد يكون في الاعلى عشان لما يبرد لي الهواء الهواء البارد لما تزداد كثافته يصري تقيل لحاله رح ينزل تمام بالنسبة للثلاجات الجديدة اللي مجمد بيكون فيها بالاسفل هلا المجمد يكون في الاسفل فهذا الغاز اللي موجود بالانبيب بالمجمد في الاسفل حيبرد لي الهواء طب الهواء هنا بارد تمام كثافته عالية بده يضل اللي تحت ما رح يطلع طب حوض الثلاجة اللي بيكون هو بالعكس فوق حوض الثلاجة اللي هو الثلاجة العادية شو بده يطلع لها الهواء البارد عشان تضلها مبردة وباردة على الاكل اللي بداخلها اللي بده يساعد على انتقال الهواء البارد زي نوع من انواع المراوح هاي المراوح بتعطيني عندي قوة دفع حطي يطلع عندي الهواء البارد الى الاعلى هلا هذا الجزء رح ننخشه في سؤال لكن انا بهمني تنسى هذا الاشي اللي حطناه هون تنتقل معي بس على موضوع مبدأ عمل الثلاجة اذا بده يروح اقصي انا الصورة بهاي الطريقة نحكي عننا المجمد في خلفه انابيب هاي الانابيب يا سابع بتكون عبارة عن انابيب تحتوي بداخلها على غاز هذا الغاز او المجمد بهمني ان تعرف ان الغاز بيخفض لدرجة الحرارة الى ما دون الصفر حوله انابيب التبريد هاي رح يتبرد لي الهواء رح يسقط عندي الهواء البارد الى الاسفل رح ينزل بسبب كثافته العالية ويحل محله اللي هو الهواء الساخن طبعا عن طريق طيارات الحمل رح يحل محله الهواء الساخن اللي رح يطلع عندي الى الاعلى ترجع مرة ثانية انابيب التبريد تبرد لي هذا الهواء وتنزل الهواء البارد عن طريق ما يسمى بتيارات الحمل الهابطة وهكذا الهواء الساخن ايضا رح يرجع يسعد مرة اخرى للأعلى بسبب كثافته القليلة ويبرد طبعا عن طريق طيار الحمل الصاعد ومرة تانية بتستمر هاي العملية حتى تتم تبريد جميع أجزاء الثلاجة زي ما أنتوا شايفين طيب سابع رح ننتقل مع بعض إلى تطوير المعرفة الموجود عندنا بصفحة 100 تطوير المعرفة بحكي لك يعد الثيرموس حافظ حرارة السوائل لتقريب المعلومة الثيرموس هي سابع اللي هم عبارة عن إدلال الأهوة اللي احنا منحط فيها الأهوة السادة تمام يعد الثيرموس حافظ للسوائل من أفضل الأجهزة للعزل الحراري ففيه توضع السوائل للمحافظة على درجة حرارتها وضح بالاستعانة بالشكل 5 إلى 31 كيف يتم ذلك زي ما أنتوا شايفين عندنا الثيرموس هتطلق مقطع عرضي ومقطع كامل لهذا الثيرموس هذا الثيرموس ياسابع زي ما أنتوا شايفين مكون من 3 طبقات أول طبقة اللي هي الزجاج الخارجي تمام هي أول طبقة الطبقة الثانية اللي هو عندي الفراغ اللي موجود بين الطبقتين عامل لي كعازل وعندي طبقة داخلية اللي هو سجاج داخلي حتيجي تسألني طب ليش صنعون زجاج أنا بهمني زجاج للسبب اللي حكيناه قبل شوي لما حكينا عن عوامل مؤثرة في امتصاص الحرارة أنا بدي سطح أملس الهدف حتى يعكس للحرارة كيف يعني يعكس للحرارة يعني بداخل الثيرموس عندي 3 طبقات من هاي المواد الطبقة الزجاج الخارجي بمينها سطح أملس لما يسقط عليها أي نوع من أنواع الحرارة رح تقوم بعكسه على ممكن الثيرموس على فكرة أحط بداخله ما إشي بارد رح يظلوا محافظة لعبروته أنا ما بدي الحرارة تفوت من بره للداخل ولا بدي كمان لما يكون بداخله نوع من أنواع اللي هي المواد السائلة الساخنة برضو ما بدي الحرارة تطلع إلى الأعلى فبيهمني أنه من بره يتم عكس أي نوع من أنواع الحرارة تيجيني وبهمني من الداخل أنه الحرارة اللي بتلامس سطح الداخل يتظلها تنعكس يتظلها داخل إطار هذا الثيرموس وطبقة الفراغزة هاي اللي إحنا حكينا عنها بهمني تعرف أنه مبدأها عمل للعزل إذن الفراغ يعمل كعازل يمنع انتقال الحرارة للخارج كما أن الزجاج الداخلي مسقول يعني ناعم وذلك يساعد على عكس الحرارة إلى السائل يعني بمنع تسرب هاي الحرارة إلى الخارج هذا بالنسبة لمبدأ عمل الثيرموس للي حاب يكتب الجواب هاي مكتوب يعمل الفراغ كعازل يمنع انتقال الحرارة للخارج كما أن الزجاج الداخلي هو عبارة عن سطح مسقول مما يساعد على عكس الحرارة إلى السائل السؤال الثاني بيحكي لك بعض الثلاجات الحديثة يكون فيها المجمد أسل حوض الثلاجة ابحث في مبدأ عملها احنا حكينا قبل شوي مبدأ العمل إنه لما يكون عندي المجمد في الأسفل ويبرد لي الهواء اللي ملامس لإله يعني زي هيك هاي عندي مثلا التلاجة زي ما أنتوا شايفين بيكون عندي بالعكس المجمد تحت والمبرد التلاجة حوض الثلاجة في الأعلى هلا المجمد اتفقنا فيه اللي هي عنده أنابيب الغاز اللي بتعمل على تبريد الهواء الهواء هون الملامس اتبرد صار بارد ازدادت كثافته هلا أي شي تزداد كثافته بدي ينزل للأسفل طب بسمهو المجمد أوريدي هو بالأسفل فالش اللي رح يساعد لي على إنه هذا الهواء البارد أنا بدي يطلع على المبرد لو حوض الثلاجة حتي يظل محافظ لعبرودة الأشياء اللي فيه فبالتالي اللي بدي يساعدني على دفع الهواء لا الأعلى عبارة عن نوع من أنواع المراوح لكن الوضع الطبيعي دائما للثلاجات زي ما حكينا إنه المجمد في الأعلى والمبرد في الأسفل لما ببرد الهواء رح تنزل هنا الهواء البارد بسبب ازدياد كثافته للمبرد وبالتالي طبعا عن طريق تيار الحمل الهابط ورح يبرد لأجزاء الثلاجة والهواء الساخر رح يصعد إلى عن طريق تيارات الحمل الصاعدة وهكذا تستمر إلى أن تبرد جميع أجزاء الثلاجة لكن هاي عبارة عن حالة استثنائية إلى المبردات والمجمدات الجديدة إذن الجواب مبدأ عملها رح يكون يوجد فيها مراوح لدفع الهواء البارد للأعلى إلى حوض الثلاجة في عندنا موضوع اللي هي التقويم والتأمل عدد من الأسئلة زي ما أنتوا شايفين فسر سبب وضع المشاعب القرب من سطح الغرفة قبل شوي حكيناه لتسخين الهواء البارد الموجود في أسفل الغرفة لأنه بتكون كثافته عالية عم بقول لك يريد صاحب محل تركيب مكيفات للتبريد صيفا لم يجد مكانا لفتحة علوية في الجدار يضع فيها هذا المكيف في الصيف ما المشكلة التي سيواجهها إذا وضعوا على أرض المحل إذا حط المكيف على الأرض فبالتالي لن تبرد جميع اللي هي أجزاء الغرفة يعني رح يضل الهواء البارد موجود في أسفل الغرفة ما عندي تغير الهواء الساخن وإيجا محله لحتى يبرد السبب اختلاف الكثافات إذن الجواب اللي هي سيبقى الهواء البارد أسفل الغرفة لا يرتفع لأعلاها فلا يحصل تبريد للغرفة بشكل جيد لن يعمل المكيف طبعا بكفاءة بهذه الحالة لأنه الهواء الساخن اللي إحنا بدنا برده المراد تبريده رح يضل في الأعلى فسوف لا يحصل تبريد للغرفة بشكل جيد تمام يا سابع هلا رح ننتقل مع بعض لحتى نحل أسئلة الفصل والوحدة بما أنها عددها جدا قليل في صفحة 102 ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي تنتقل الحرارة من الشمس إلى الأرض بطريقة إحنا جاوبناها قبل هيك اللي هي الإشعاع من الشمس إلى الأرض عن طريق الإشعاع رح تنتقل عن طريق الهواء الموجود بينهم تكمن أهمية العزل الحراري في البيوت أنها تسمح بحدوث تبادل للطاقة الحرارية أكيد بما أنه عزل لن يسمح بتبادل الطاقة الحرارية إذن الخيار الأول خاطئ تجعل البيوت أكثر برودة في فصل الصيف طب أوكي هذا تجعل البرودة أكثر برودة في فصل الشتاء طبعا لا أنا بهمني في فصل الشتاء تكون البيت دافي يعني بدي أعمل عزل عفوا عزل تحمل بيوت من الحرائق ما إلها دخل بهذا الموضوع الجواب هو تسهم في توفير الطاقة عندما يصير عندي عزل أنا مش محتاج لكميات هائلة من الحرارة الصباط المدافع في الشتاء لأنه ما عندي الحرارة اللي أنا بسخنها في الهواء الداخل للبيت ما بتتسرب وفي فصل الصيف كمالما أنا ببرد الهواء الداخلي للبيت برضه في عندي عزل ما بقدر عندي اللي هي الهواء الساخن من الخارج يدخل إلى البيت تنتقل الحرارة عبر دقائق المادة الصلبة أكيد حكينا بما إنها مادة صلبة ما بتنتقل إلا عن طريق التوصيل إذا وضعت ملعقة فلزية درجة حرارتها مساوية لدرجة حرارة الغرفة في كوب شاي ساخن فإن الطريقة اللي تنتقل بها الحرارة بين طرفي المعلاقة هي التوصيل طبعا أنا ما طلعت ولا على إيه معلومة سواء إنها ملعقة فلزية بما إنها ملعقة فلزية إذن عن طريق عملية التوصيل لأنها مادة زي ما أنتوا شايفين صلبة فسر كل مما يأتي يفضل استخدام ملعقة من الخشب بدلا من ملعقة فلزية عند طبخ الطعام لما قمنا بشرح الدرس حكينا إنه دائما الخشب هو مادة عازل للحرارة بينما المواد الفلزية مواد موصل للحرارة فلما بدي ألمسها أكيد رح أنحرق منها يقوم عمال البناء ببناء طبقتين من الطوب في الجدار الواحد ووضع قطع من البوليسترين بينها برضو تم شرحها في الفيديوهات السابقة حكينا بيحطوا نوع من أنواع البوليسترين حتى لونه أزرق بين طبقتين من الطوب السبب حتى يقوم بعزل الحرارة بين الداخل والخارج للبيت مما يؤدي إلى توفير الطاقة برجع هون توفير الطاقة يعني أنا الهدف عندي اللي هو موضوع العزل الهدف منه دائما زي ما شفنا بالفرع سؤال أول فرع اثنين اللي هو الهدف دائما من العزل الحراري هو توفير الطاقة قبل شوي حكينا كمان عن العوامل تعتمد عليها امتصاص الجسم للحرارة اللي هي دائما خشونة السطح في عندنا اللي هي لون الجسم وإذا نحط اللي هو العامل الثالث مساحة السطح اللي هو حكينا عنه بالروديتر اللي هو المشع حكينا أنه بيكون فولدد هيك ع شكل مطويات يعني مطوة بيكون عبارة ع شكل مقاطع السبب أنه أنا ما بدي مقطع واحد بس الروديتر زي ما أنتوا شايفين أنا بهمني يكون عبارة عن مقاطع ليش حتى أني أنا أزيد السطح المعرض للهواء اللي حوالي سخن لي كل أجزاء الهواء الملامس إله بينما لو كان عبارة عن مقطع واحد زي هيك مسقول سقل كامل فبالتالي مساحة السطح تكون معرضة للهواء حوالي حتى تسخنه رح تكون أقل فممكن نضيف عامل مساحة السطح لكن أنا بهمني دائما عاملين اللي هو لون الجسم والتاني خشونة السطح هدول العاملين اللي بهموني البابين أثر كل عامل عن قدار امتصاص الجسم للحرارة اتفقنا أنه لون الجسم كلما كان اللون غامق بيكون الامتصاص أعلى كلما كان اللون أفتح بيكون الامتصاص أقل أما بالنسبة لخشونة السطح فكلما كان السطح خشن زي ما اتفقنا بيكون امتصاص أعلى أما كلما كان السطح أملس زي ما حكينا بالثيرمو بالثيرموس الحراري اللي هو من زجاج أو أي سطح أملس بتكون عملية الامتصاص جدا قليلة السؤال الرابع عندي زي ما أنتوا شايفين اللي هو مخطط هذا المخطط بوضخ لي اللي هي ثلاث طرق لانتقال الحرارة في عنا أول وحدة حاطط لك اللي هو المواد الفلزية بما أنها مواد فلزية إذن الطريقة اللي هي التوصيل الحمل بهمني تعرف أنه هو في السوائل والغازات فقط أما بالهواء أو الفراغ فعندي طريقة الإشعاع حكينا الهواء مثل انتقال الحرارة من الشمس إلى الأرض وفي عندي بالفراغ كانتقال الإشعاعات أو الحرارة في الفضاء الخارج وممكن كمان اللي هو الإشعاع في المواد الغازية نكمل مع بعض ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في صفحة 105 أي الآتي يصف انصهار المادة ولما حكينا انصهار المادة نرجع نذكر بالانصهار اللي هو التحول من المادة الصلبة إلى المادة السائلة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة إذابة ملح إذابة كلما أشوف كلمة إذابة بستثني الجواب لأن الإذابة مش عملية تحول حالة وإنما هي توزع دقائق المذيب عفوا المداب بين دقائق المذيب إذن الإذابة مستحيل أفكر فيها التبخر من سائل إلى غاز إذابة كمان بأكس عليها وفيه إذن بيضل عندي قطعة جليد إذن هي صلبة إلى ما سائل سائلة إذن الجواب دائم أي الآتية يساعد على ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل إحنا حكينا هاي المعلومة قبل شوي اللي هي موضوع العزل الحراري أي إشي فيه عندنا عزل حراري فهو يرشد على استهلاك الطاقة طهوية مستمرة طبعا لا ولا الأبواب الواسعة ولا النوافذ الكبيرة تزداد سرعة تبخر السائل إحنا حكينا تبخر السائل بعتمد على عدة عوامل إذا قلت من ساحة السطح طبعا غلط إحنا حكينا كلما زادت من ساحة السطح بيكون التبخر أعلى مثل المحيطات مثلا إذا زادت الكثافة طبعا لا فإذا التبخر رح يكون أهلا إذا قلت سرعة الرياح طبعا لا لأنه إذا قلت سرعة الرياح بطلت عندي عملية إزالة لطبقة بخار الماء اللي بتكون موجودة فبالتالي عملية التبخر رح تقل ما رح تزداد سرعة إن عملية تحول بخار الماء إلى سائل من بخار إلى سائل إذا لمس لي سطح بارد شرحناها عن طريق اللي هي دورة المياه في الطبيعة تسمى هاي العملية عملية التكاثف في أي العمليات الآتية تفقد دقائق المادة حرارة حكينا إحنا في عنا مواد تفقد فيها حرارة وعنا مواد عفوا في عنا عمليات اللي تكسف فيها حرارة في عنا عمليات تفقد فيها حرارة لما أنا بدي أعمل انصهار يعني من صلب إلى سائل فإذا أنا أكيد بدي أعطي حرارة إذن الجواب ليس ألف نروح شوي على الغليان الغليان لما أنا بدي أحول من سائل إلى غاز إذن لازم أعطي حرارة إذن مش الغليان التبخر لما بدي أحول كمان من سائل إلى غاس أنا محتاج إلى حرارة إذن مش التبخر سوف عندي التجمد لما بدي أرجع عملية عكسية أنا من سائل إلى صلب من سائل إلى صلب أنا بدي أجمد فأكيد أنا عشان المادة أحولها لمادة صلبة لابد أني أخذ منها حرارة إذن بما أن العملية الأصدق فيها تفقد فيها حرارة اللي هي التجمد فسر كل مما يلي وكل هدو اللي حكناهم في الفيديوهات السابقة يجف الغسيل بسرعة أكبر في الأيام التي تهب فيها الرياح وهذا المثال ذكرتكم فيه ورد ذكره معانا بالصف الخامس ليش بيجف الغسيل لأنه كلما زادت سرعة الرياح زادت سرعة التبخر هذا إحدى عوامل اللي بتسرع لي عملية التبخر تفقد بعض البرك والمستنقعات في الأيام الدافئة جزءا كبيرا من مياه هاي شي طبيعي بما أنه بيكون يوم دافئ إذن فيه حرارة فبالتالي أنا بقول كلما زادت الحرارة أكيد رح تزداد عندي عملية وسرعة التبخر تنفجر بعض البالونات عندما تترك مدة طويلة في مكان مشمس وهذا الحكي احنا شرحناها مثال اللي هي كرة قدم لما منتركها في مكان مشمس حكينا أنه هاي الكرة بيكون بداخلها في عندي نوع من أنواع الغازات المحصورة يعني نافخينها هوا الغاز دائما كلما تعرض إلى درجة حرارة عالية رح جزيئاته تتباعد عن بعضها البعض فبالتالي هذا بيشكل لي ضغط على اللي هو جدار البالون أو جدار الكرة فبالتالي يؤدي إلى انفجاره إذن الجواب لأنه كلما زادت حرارة الغاز المحصور في داخل هذا البالون زاد ضغطه مما يسبب الانفجار ننتقل مع بعض لهذا الرسم البياني اللي سبقه ذكرنا وشرحنا عليه لما حكينا عن عمليات تحول من مادة إلى مادة أخرى سائلنا أو حكينا في هذا الرسم يمثل الشكل 5 إلى 33 درجات الحرارة المصاحبة لتسخين مادة ما يعني هو حكينا نبلش في مادة طبعا هون هو عامل طراص للجزيئات هذا بيدللي على أنه هاي المادة في الحالة الصلبة عندي زي ما أنتوا شايفين هون بدأت هاي الجزيئات تتبعد عن بعض البعض إذن هون بدأت المادة بالتحول للحالة السائلة وهون بتعدت الجزيئات أكثر فإذن أنا بعرف أنه هون المادة بالحالة الغازية سائلني يا سابع عدة أسئلة على هذا الرسم البياني اللي بشكل لي محور أصادات فيه درجة الحرارة فبالتالي رح تزداد درجة الحرارة ومشكل لي هون اللي هو الزمن كل ما ابتعدنا من ألف إلى جيم قاعد عم بياخد وقت أطول سائلني ما خالات المادة عند المناطق ألف وباء وجيم ألف حاطط لي إياها زي ما إحنا جاوبناها هيها بدليل على الطراص إنها هي لسه في الحالة الصلبة في باء هي في الحالة السائلة وفي جيم هي في الحالة الغازية لو أنا بالامتحان ما حاطط لك هاي الرسمات وسألتك ألف أي حالة باء أي حالة جيم أي حالة حتقول لي ما إنت بيش حطننا رسمات هدول أنا معك أنا ما بدي أحط هاي الرسمات باجي بتفرج مدام هي من الصفر إلى درجة الحرارة معينة اللي هي 40 عم قاعدة في حالة معينة ثم عانت من حالة ثبات إحنا حكينا حالة الثبات اللي بتمر فيها دائما المادة هون معناها هي بتحتوي على ماء حالتين من المواد فبالتالي أنا ما بحكي عن حالة الثبات بحكي عن الانتقالات تمام إذن هو عندي هون صلب سائل غاز طبعا كيف عرفت أنه صلب سائل غاز لأنه حكيلي تسخين يعني هو بدأ يسخن مادة معينة تسخينها يعني بدي أبلش أعمل عملية انصهار هذا في حالة إذا أنا ما حطط لك الرسمات اللي موجودة لكن هو من الرسمات واضحة إنه ألف صلبة باء سائلة واجيم غازية سائلني ما درجة غليان المادة غليان إحنا اتفقنا إن الغليان هو تحول من سائل إلى غاز عند درجة حرارة معينة باجي بشوف هاي السائل بدأ عندي هون يتحول إلى غاز وين صارت عندي عملية الانتقال بضع خط وبشوف عند أي درجة حرارة بدأ الغليان بدأ الغليان عن درجة 120 مئوي درجة الانصهار درجة الانصهار الانصهار يا سابع اللي هي التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وين عندي الصلب هاي الصلب وهي عندي السائل برضو نقطة التحول هون بمتخط بلاحظ إنه هو بدأ الانصهار عند درجة 40 جيم حاكيلي ما خالت المادة عند درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة 100 باجي بشوف 20 أكيد تكون هون أقل من 40 أكيد هي هاي هال20 إذا مدتها على خط إذن هي ما زالت في نطاق المادة ألف اللي هي الصلبة إذن عند 20 كانت صلبة درجة الحرارة 100 باجي بشوف هون عندي 8 هون عندي 120 إذن المية بدأ تكون هون بمد المية لما أمد المية رح ألاحظ إنها ما زالت على نطاق اللي هو الحالة باء اللي هي الحالة السائلة ولو بدي أجي أحكي مثلا على سبيل المثال بدي مثلا أنا زيادة من عندي على السؤال بدي عندي نشوف حالة المادة عند درجة حرارة نفترض مثلا 150 أو 160 لا بلاش 160 خلينا عن 150 بدأ تكون هون بمدها رح أكتشف إنها بالحالة الغازية بهمني تركز على شغلة معينة سبقوا حكيناها على هاي الرسمات ياريت نفهمها أكتر من مرة حالة الثبات عندي هون اللي هي ما بين الصلبة والسائلة هاي الثبات برجع بذكرك إنه بهاي المرحلة قاعد عم بصير عندي الانصهار يعني بهاي المرحلة اللي هي درجة الانصهار بدأت عندي تتحول إلى اللي هي الحالة السائلة لكن مش كلها انصهرت وصارت سائلة ولا إنه لسه ما ظهر عندي سوائل منها ما زالت صلبة هي في مرحلة الثبات هاي ما زالت تحتوي على سائلة وصلبة مع بعض كذلك الأمر حالة الثبات اللي هون يا سابع اللي هي درجة التبخر اللي هي عفوا مش درجة التبخر إحنا تفعنا إنه التبخر لا يمتلك درجة حرار معينة نحكي عن درجة الغليان اللي بلاش يحدث عندها هون عندي تبخر هون اللي هي المادة بدأت تتحول عندي من سائل إلى غاز لكن مش كلها تبخرت لغاز لسه يعني مش كل المادة صارت غازية ولا إنه لساتها كلها سائلة في حالة الثبات هاي اللي هي لسه الحالة فيها حالتين سائلة وغازية يعني المناطق الثبات بتكون المادة لسه تحتوي على المادة بحالتها تمام هي شغلة الشغلة الثانية ما بتنتهي عندي مرحلة الثبات هاي إلا لتكون كل المادة تحولت للحالة الثانية يعني هون عندي بتبلش ترتفع مرة تانية درجات الحرارة لما كل المادة عندي هون الصلبة تكون تحولت لسائلة بعدين ترجع ترتفع درجة الحرارة يعني أثناء عملية الانصهار هون لتضلها درجة الحرارة ثابتة لحد ما تتحول كل المادة من صلب لسائل بعدين ترجع درجة حرارة ترتفع نفس الشي هون عندي بالغليان والتبخر بتكون عندي المادة لسه سائلة عشان تتحول عندي لغازية بتظلها درجة الحرارة ثابتة الى ان تتبخر جميع المادة وتتحول لغاز بعدين بترجع عندي درجة الحرارة تاعتها بالارتفاع هاي معلومات جدا مهمة لازم تكونوا انتوا يا سابع عارفينها كمان اتفقنا عمعلومة تانية انه هون بتحدث عندي عملية التبخر لكن هاي الدرجة اللي هون بسميها درجة الغليان وليس الدرجة التبخر لان التبخر لا يمتلك درجة حرارة معينة يا رب انه يكون كل اشي انحكى بهذا الفيديو مفهوم وبالفيديوهات السابقة طبعا اي استفسار يا سابع انا جاهزة يمس في خدمتكم هاي شغلة والشغلة الثالثة انه بهني كل شي انحكى انه يتم تدوينه اي اشي انحكى شفوي اي اشي انا عدتلكم يقولتلك ايجاك بالامتحان بالطريقة التالية كنت عم بعيده اكتر من مرة عشان ادونو عندكم على كرساتكم وعلى الكتاب انحل الاسئلة الرسمة هاي جدا مهمة ياريت انه تنقلوا كل شي ورد بهذا الفيديو والله يعطيكم العافية